السلام عليكم حياكم الله معكم أخوكم طارق اليوم بتكلم عن منتج أكيد بتعرفونه بدون ما أقول وش هو أو كيف استخداماته واضح منها أنها سماعة رأس هذه من أقوى وأفضل السماعات الموجودة حاليا بالسوق سواء بالعزل، بعمر البطارية، بالإكسسوارات وطريقة الاستخدام بس قبل كده لا تنسوا أن تضغطون زر الإعجاب والاشتراك في القناة ويلا نبدأ حياكم السماعة هذه من شركة دايسون دايسون معروفة من أقوى الشركات في الأجهزة المنزلية طبعا كان عندهم إصدار سابق لسماعة رأس الإصدار هذا غير فيه أشياء وأمور كثيرة نتحدث عنها، أول شيء نريد أن نتعرف عليه اسم السماعة دايسون وكترجمة كده بسيطة أو حرفية على قلتهم ترجمة جوجل يعني مع الطريق أو على الطريق أو معاك وين ما تروح وفعلا ممكن تستخدمها معاك وين ما تروح في الطائرة، في السيارة، في العمل، في إجراء المكالمات كثير من السيناريوهات راح تفيدك كشكل خارجي، السماعة رائعة فعلا عندنا التصميم الثلاثي اللي من الأعلى أو الجسر الحامل لها طبعا حاطين فيه نسبة من القماش لو تشوفون هنا هذه نسبة من القماش عشان تكون كده لطيفة على الرأس بس من هنا هذا لين جدا بعكس الأطراف اللي موجودة على اليمينيسا عندنا نقدر نطولها ونصغرها بحسب حجم الرأس يعني لو ألبسها كده أول الأزرار اللي بنتكلم عنه هو الزر اللي خماسي طبعا هذه ضغطة وعندنا من الأربع اتجاهات فعندنا هنا خمس أزرار موجودة في يعني زر واحد أو مفتاح واحد وهنا منفذين للمايكروفون والفائدة من المايكروفونات بشغلتين للاتصال وإجراء مكالمات والشغلة الثانية حتى تسمع الأصوات الخارجية ويعمل محرك عزل الأصوات يعني بشكل رائع ما خلصت المايكروفونات موجود هنا أيضا وهنا عندنا إضاءة البلوتوث لأنها تعمل عن طريق البلوتوث وهنا منفذ الشحن للسماعة وهذا زر التشغيل الحين نجي لشغلة تغيير الإكسسوارات من أجمل يعني لو تلاحظون هذه بعض الصور للإعلان عن نفس السماعة يقول لك تقدر تروح لمتاجر دايسون وتطلب إنبغيت شغلة واحدة غطاء واحد ممكن تبغى هذا الغطاء وتغيره إلى غطاء مثلا أزرق بس يكون في هذه الجهة بعدين قفلناه كده لاحظوا حتى ما يهز يمسك بطريقة مسوينها بشكل رائع غيرنا الشكل الخارجي لاحظوا وأنا لابسها الحين واضح لون الأسفنجة تبي تغيرها نفس الطريقة تفر كده فرة وهذه هي النزعة معنا وتروح المتجر وتغير أنت تبقى تخلي هذه أصفر وتخلي اللي على اليسار أخضر أزرق اللون اللي تبي وهذا شكل السماعة شوفوا كيف المكبرات أو سبيكر بالداخل وطريقة تركيبها سهل جدا يعني بس مجرد أن ندخل الأربع السنة هنا هذه دخلناها كده وبعدين تعمل لك خلاص هنا رجعت السماعة كما كانت السماعة تستجيب للنقر نقرتين يشيل العزل ونقرتين يرجع لنا العزل وإذا بتسألني هل السماعة تطبيق موجود تطبيق باسم ماي دايسون هذا هو التطبيق رح يظهر لكم كل خيارات السماعة وكيف احنا بنستخدمها سماعة جلسة تسوي الحين connecting اتصلت خلاص يقول لك أنت تبغى الحين العزل تبغى كل الخيارات اللي موجودة ببساطة يعني مثلا هنا يقول لك ما في عزل الاكولايزر طبعا يعدل لك الأصوات حتى يعني أنت تبغى مثلا الأصوات الايقاعية تختفي أو أن تبغىها تكون أقوى عندك كل شيء هنا noise cancellation خلنغلقه مشكلة إذا طفيته فيه عزل وهنا عزل زيادة فما لي إلا أفتح المايكروفونات ما شاء الله عزلها عالي جدا هنا لاحظوا الأرقام اللي جالسة تتغير يقول لك الصوت اللي بداخل الأذن واللي جالس يوصل لك وكيف هو جالس يأزل الصوت بشكل قوي يعني خلنا سوي كده راح يرتفع الرقم الأرقام هنا جالسة تتغير لأنه جالس يسمع أصوات خارجية ويحاول يعزلها فشغال المحرك بالشكل لحظي ودقيق وبنفس التطبيق يوري كيفية الاستخدام المميزات كيف تغير الغطاء كيف تشغلها تشغل البلوتوث وغيرها هل بتفيدنا في ممارسة الرياضة يا طارق أكيد وهذا شيء يعني بديهي السماعة مفيدة في الجيم لممارسة يعني تمارين اللياقة تمارين الأثقال وغيرها وحتى الرياضات الأخرى الجري المشي السريع اللي بيهرول ركوب الدراجة بعض الرياضات اللي ممكن انت تمارسها بشكل يومي وروتيني طيب البطارية كيف وضعها البطارية تستمر إلى خمسة وخمسين ساعة أطول من يومك باختصار شديد فأنت مو مضطر أنك تشحنها يومياً والخمسة وخمسين ساعة هذه طبعاً أنت بتقسمها على عدة أيام فراح تبقى معاك بدون أي خوف السماعة تدعم توفير الطاقة وتتعرف على إذا نزعتها على طول تغلق شفت اللمبكة هذا توفير الطاقة هذا يوفر لك طبعاً في البطارية مجرد أنك أنت تنزحها تخليها على الطاولة مثلاً في مكتبك وتروح تخلصها شغال ما راح تظل شغالة طوال الوقت لكن هنا لازم أأكد على هذه النقطة أن السماعة ما راح توقف بس الصوت لا هي راح تطفى يعني تكون في سليب مود أو ستاند باي مود ما راح يعني تستهلك من الطاقة بعكس السماعات الأخرى تكون شغالة بس الصوت اللي يوقف وهي شغالة لا هذه تطفى تماماً عشان توفر لك طاقة أكثر سعر السماعة تقريباً 1999 ريال أو درهم الأغطية أسعارها تجي بين 199 ريال وهذا الرينج متوفرة طبعاً في متاجر دايسن وحب أقول لكم شغلة خصوصاً اللي في مدينة الرياض أنه متجر رسمي أصبح موجود في النخيل مول لما تروحون هناك موجود ديمو ستور أو متجر لتجربة المنتجات الخاصة بدايسن وأيضاً الشراء من هناك في الختام أتمنى أني غطيت أهم المميزات والتفاصيل وتجربة المستخدم لسماعة دايسون أشوفكم إن شاء الله في مراجعة أخرى وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر